سر الحياة قد يتحول إلى عامل هلاك لمحاصيل زراعية تغطي حاجة البلاد لوفرتها وتنوعها في هذه المنطقة فقد شك أهل قضاء الراجدية من امتلاء أغلب أراضيهم بالمياه الجوفية لعدم تصريفها بالشكل الصحيح عبر المبازل نتيجة تجاوز إحدى الجهات المتنفذة على مبزل تصريف المياه مما أدى إلى غرق بعض تلك الأراضي بهاي الفترة أكو تجاوزها صارت مين؟ على البزول التي تسحب المياه الجوفية هسا المناسب ما المياه الجوفية صعدت أكثر من اللازم بدأت تصل حتى البساتين مالتنا وهذه البساتين إذا اليوم نقدر نعالجها بعد أشهر مستحيل التعالج البساتين رح تتلف والتصحر الأراضي وبتصبح سلة بغداد الراجدية أراض صحراوية بها الملح يعني نريد أن نوصل معلومة على أنه أكو مسؤول يقدر يعالجن هذه الحالات التجاوز على الناس التي هي مستفيدة منه أن تتخرب هذه البزول بالطريقة ما أعرف نحن كمواطنين كفلح ما لدينا طريقة لكن المسؤول الفعلي منه وزير الزراعة أما مدير الإدارة للمنطقة أما الأنهر التي هي مسؤولية الرأي وننتظر الاستنجاعد بالحالة لأن الحالة يرثالها فاللاحون يقولون أنهم الآن يواجهون تهديد السلاح من قبل الجهة المتسببة بغرق أراضيهم مطالبين وزارة الزراعة بالتدخل الجاد لحل قضيتهم فاستمرار تدفق المياه يهدد بغرق آلاف الدونمات وتلف محاصيلها في الأيام القادمة بعض الجهات المتنفذة في هذه المناطق يسمون بيت أبو طاوة وضعوا مولد مالكهرباء إلى شخص يعني الظهر عنده ظهر بالدولة كما يقولون وحط المولد على وسد ترابي على البزل وهناك قناة أخرى يعني قطوعات أخرى أيضا موجودة المشكلة عندما خرجت وزارة ري أو جماعة ري طلعوا حتى يغفعونها التجاوز بدأوا يهددون بالسلاح وبدأوا يعني يمنعوهم من فتح هذه القطوعات إحنا مناشدتنا طبعا إلى قناة التغيير من أجل إيصال هذا الصوت وهذه الكارثة طبعا هذا مو بس خرب للأرى الزراعية هذا تلوث بيه لأن أكثر هذه المياه ترمولوثة المجاري مجاري مع كل بيوت أكثرها موجودة يعني الصب بيها فمناشتتنا لكم حتى يوصل صوتنا إلى وزير الزراعة حتى يهتم هذه القضية طبعا الراجدية آلاف الدوانم معرض الهلاك والخطأ هذه تستصبخ الأرض تنتهي لأن هذا الماء يعلى أرض زيادة من الأرض تستصبخ تروح الأرض تتلب والشك بها شك لا تتموت كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية مهددة بالهلاك وتلوث بيئي ينذر بالقضاء على الزراعة في هذه المنطقة وآلاف الدوانمات الزراعية لن تتسم بصفتها بعد اليوم إذا بقي الوضع على حاله في وقت تهيمن لغة السلاح على عموم المشهد في البلاد من قضاء الراجدية في بغداد ندى المرسوم التغيير